الطائر الذي تسبب بوفاة عشر مليون شخص في عام 1958 أمر الزعيم الصيني شعبه بقتل جميع أنواع العصافير البنية لأنها تأكل المحاصيل وتقلل من الإنتاج الزراعي وبالفعل بدأ الفلاحون يقتلون عشرات الآلاف من العصافير البنية وكان كل من يقتل أكبر عدد يتلقى جوائز ومكافآت ويعامل معاملة الأبطال الوطنيين لكن انتشر لاحقا الجراد الذي كانت تأكله العصافير البنيه بشكل مأساوي في جميع أنحاء البلاد قاضيا على المحاصيل فكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لمجاعة الصين الكبرى عام 1961 ميلادية والتي تسببت بوفاة عشر مليون إنسان بالجوع فلا تعتقد أنك بقطع رزق مخلوق أو التضييق عليه يتسع رزقك ويطيب عيشك كما تشاء فالأرزاق بيد الله وقسمها الله بحكمة وتكفي للجميع ولعل من قطعت رزقه وقوته كان يدفع عنك الكثير من الشرور العظيمة وأنت لا تعلم سبحان من خلق هذا الكون بتوازن يذهل العقول سبحانك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر